السلام عليكم و العافية اهلا وسهلا فيكم ما بارف اذا حدا منكم سمع بالكوبرا ايفكتس الكوبرا ايفكتس هو عبارة عن سوء التخطيط لأي مشروع أي مشروع يخطط له من جانب واحد فقط اللي هو جانب النجاح وعدم معرفة أسباب النجاح أو أسباب الفشل التفكير في كل الحالتين شو لازم نخطط في هذه الحالة إذا نجح المشروع شو لازم نسوي في هذه الحالة إذا فشل المشروع شو أسباب الفشل شو أسباب النجاح هذه اسمها كوبرا ايفكت اجت هاي الكلمة من قصة صارت ابان الحرب ابان الاحتلال البريطاني للهند طبعا وجد احد المحافظين أو المسؤولين عن المنطقة انه المكان كثرت فيه الكوبرا السامع اللي بتضرب المواطنين وبتأدي الى لدغهم وموتهم فقرر انه يعطي مقابل مالي للناس اللي بتجيب أفاعي 100 فأول شهر توقع انه يكون في كتير ثاني شهر كثير ثالث شهر قال لك خلاص بتخف الأفاعي فبخف المبلغ لكن عكس المتوقع كان يزيد عدد الناس فاستغرب المحافظ نزل على السوق وجد انه الهنود بدأوا بعمل المزارع لتربية الكوبرا وبيعها عشان الناس تقدر تروح توديها على المحافظة وتوخد فلوس بدالها فقرر الغاء الموضوع هنا ايجت الطامة القبرة لانه اصحاب المزارع قرروا انه هاي الكوبرا بطل منها فايدة فتركوا الكوبرا في الشوارع فزاد العدد اكثر واكثر وبالتالي المشروع كله فشل ومن هنا جاءت التسمية كوبرا ايفكت لازم دايما نخطط جيدا لمشاريعنا نعرف شو اسباب النجاح شو اسباب الفشل اذا نجحنا شو كيف نكمل واذا فشلنا كيف نكمل وصباح الخير ويعطيكم العافية